عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية خالد عباس وأكد رئيس الوزراء أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة مشادداً على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجارية تنفيذها وفق أعلى مستوى مع مراعة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومي إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحي الحكومي اشتركوا في القناة